قد تختفي هذه الألوان قريبا من رسومة الوشم على الأجسام في فرنسا بموجب قرار وزاري يستعد لحظر استخدام 60 حبرا ابتداء من مطلع كانون الثاني يناير المقبل السبب مكونات هذه المواد الملونة فوفقا لبعض المتخصصين في مجال الصحة فإن احتمال التسبب بالحساسية وبالتهابات مرتفع بما فيه الكفاية ما يدعو إلى الحيطة في المستشفى شاهدنا حالات خطرة للغاية وهي منصوص عليها في القانون وهذا يكفي لإنذارنا وللقول إنه في كل مرة نطلب فيها الالتزام بالتوصيات التي قدمت سيكون ذلك مفيدا للغاية قرار أحدث حالا من الذعر في أوساط رسمية الوشم الذين يخشون تأثيره في تجارتهم المزدهرة فوفقا للمعهد الفرنسي للرأي العام في عام 2010 خضع شخص من بين كل عشرة أشخاص لعملية رسم وشم في فرنسا هذا وأجرت جمعية تعنا بالوشم محادثات إيجابية مع السلطة الصحية نعم يمكننا استخدام الحبر الأوروبي أو الألوان المرخصة في الاتحاد الأوروبي ومن المحتمل أيضا أن نقوم بإنتاج فرنسي لكن المشكلة التكمن في كون غالبية الأحبار المستخدمة تصنع خارج الاتحاد الأوروبي ومن شأن خطر استيراد أسباغ غير مصدق عليها في أوروبا أن يشكل خطرا على المهنة وفقا للاتحاد الوطني لفنانية تاتو أعتقد أن هذا سيدفع الكثير من رسمية الوشم إلى العمل بطريقة غير شرعية هذا أمر أكيد والعمل في الخفاء هو أسوأ ما يمكن أن يلحق بنا فعندها لن نستطيع مراقبة أي شخص ما سيسبب كارثة صحية حقيقية هذا ومن المقرر أن تعقد محادثة أخرى بين نقابة رسمية الوشم والسلطات الصحية بحلول نهاية العام